تخيلوا حضراتكم منذ السابع من أكتوبر ونحن في هذا الشأن وما يحدث في قطاع غزة والحقيقة مع طول الشهور دي أنت بتتابع الشأن وما يحدث يعني تتوقف كثيرا مع الأطفال وحديث الأطفال حتى الأطفال كبروا من كتر المأساة يعني كنت لسه بشوف كده حديث لطفلة صغيرة لا تتعدى مثلا 6-7 سنوات طفلة عاملين حديث معاها فبتقول أنا ما كنتش عاملة كده أنا كان شكلي أحسن وكان صحتي أحسن أنا بس الاحتلال بهدلني وطفلة صغيرة الكلام كبرها وما يحدث في قطاع غزة خلاها بتشيل على عمرها عمر تاني بتسمع اللي بيدور حواليها وبتشوف اللي بيدور حواليها فالأطفال لم ما بقاش فيه طفولة فيش براءة والأطفال أنا براءة وأني طفولة لما الطفل بيجري والقصف والأطفال أول ناس بيموتوا يعني لما بيشوفوا ده قدام عنهم كمان هذا الاحتلال ساعات بحس أنه متقصد يعني أنه فيه قصد من موت الأطفال علشان هو عارف أنه الطفل ده اللي اتربى واللي قاعد في الخيمة دي واللي قاعد بيدافع عن بلده مع أهله ده لما يكبر شوية بس ست سبع سنين ويدخل في مرحلة الشباب ده أول واحد هيشهر البندقية في وش المحتل فأكيد بيبقى عندهم هذا الرعب من أطفال غزة اليوم ربنا يرحمنا من هذا الاحتلال خلينا نكمل أخبارنا بشكل رسمي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عنوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم 237 طبعا زي ما انتم عارفين ويعني في عشرات الشهداء والإصابات ودمار واسع في سلسلة غرات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من غزة وقصف الاحتلال بالمدفعية مناطق غرب المخيم طبعا احنا بنتكلم على غرب المخيم بنتكلم على انهما القصف على المخيمات على مخيم الجديد شمال مخيم النصريات ووسط غزة وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا الحرب ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 53 فلسطينيا واصابت 357 اخرين وكأن الاعداد تتزايد بشكل غريب ابادة حقيقية